موسيقى موسيقى السلام عليكم حبيبات ديالي نتمنىكم تكونوا بي خير وصحة جيدة ان شاء الله وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو بالنسبة لهذا الفيديو هذا غدا نحضر معكم فيه وصفات اللي ان شاء الله كيف العادة شي حاجة جديدة وساهلة واقتصادية وبالنسبة الاخوات اللي معي في القناة القدام كنقول لكم شكرا لكم حبيبات ديالي للتعليق ديالكم الرائع اللي يعني كل مرة كنحاول ان نظهرها كف الفيديو باش نشكر الاخوات لان صراحة وخا نكتب ما غادش نوفي حقكم خصوصا الكلام الزوين الرائع اللي كيطلع ما القلب كنحسبيه ما القلب ديالكم والله يجزيكم بخير شكرا لكم بزا فرحبيبات ديالي وكذلك الاخوات اللي اجداد عندي في القناة كنقول لكم مرحبا بكم عندي ان شاء الله كنتمنى ان محتوى ديالقانات ديالي يعجبكم ويرضى يعني القصة احسان عندكم وشكرا لكم حتى انتم مع الانضمام ديالكم للقناة مرحبا بكم عندي الى قبلتوا عليها طبعا وهنا رغزالة ديالي غنشارك عندوز باش نحضر معاكم الواصفات اللي غدا نحضر ان شاء الله اليوم اللي سهلين وبساط في متناول جميع خليكم مع الفيديو ومنساش بمسبة الاخوات اللي يطرحوا عليها الاسئلة بخصوص المغرب وهذا ان شاء الله في الفيديو المقبل غدا نحضر معاكم في هذا الموضوع والله يفرجها على الجامعة هاد شي اللي كانت منها ان شاء الله يا ربي وخليكم احبيبات ديالي معا الفيديو اللي غدا نحضر والوصفات اللي زوينين وسهلين وفي المتناول ان شاء الله وده بحبيبات ديالي غامدة معكم باول وصفة هي غدا نحضر واحدة الكيك اللي صراحة كيجي رائع زوين بالليمون اللي ما نحتاجوش انه نعسله كيجي زوين وكيجي طايب وكيعطي واحد المنظر اللي رائع يعني كيشهي خصوصا كتعرفوا ده بفصل الصيف كيجبون الالوان ولا المدقات هكا ديال الفواكه وهذا كيعطي واحد الانتعاش واحد الرائحة اللي زوينه بنسبة المقادر كيف كتلاحظوا معي اللي هي بسيطة جدا غدا نذكرها معاكم بالتفصيل باش هكا يعني المقادر يكونوا واضحين عندي مية وعشرين مليليتر ديال الحليب مية وعشرين مليليتر ديال الزيت تسعين جرام ديال السكر حبيبات ساشي ديال السكر الفاني خميرة ديال الحلوى باستاشر جرام وعندي بالنسبة للدقيقة تستعملوا من ميتين وسبعين حتى ثلاثمية لحسب نوعية ديال الطحين اللي عندكم مهم الغزرة ديالي هنا عندي جوج حبات ديال اللي غدا نقطعهم بشكل دائري يكونوا شوية ما غلطش بزاك مهم بهذا الحجم هذا كيف كتلاحظو معايا بالنسبة لهذا الليمون بالنسبة لكين كيك اللي تشدو الليمون وتعسلوه وتديروه في تحت في القاع لكن انا ما نحتاش انا ينعسلو كنديرو هكا صراحة كيجي كتجي وصفة اللي رائعة بالنسبة للمول اللي عندي كيف كتلاحظو معايا نفرش له ورق الزبدة طبعا بعد المدهن شوية يعني كندهنو كندلو فوق منه ورق الزبدة وكذلك الجوانب ديال المول او لديال قالب كذلك كندهنو بالزبدة بلا ما ديرو الطحين غير الزبدة صافية لبنات رامك يلصقش يعني غير ما تخافوش يعني غير دهنو بالزبدة صافي وتبتو الليمون ديالكم بهذا الشكل هذا يكون يحاولوا انكم تغطوه مزيان عليه في الجوانب وكذلك تحاولوا انكم تقربوهم شي شوية لبعضهم باش هكا العجينة ما تخرش لكم بزاف انا لبنات خرجت لي شوية ديال اللي عجينا في الجوانب لكن كتاخذوا حد السكين وكتحيدوها من الحواف كتطير هكا بسرعة وكيبقى لكم غير الليمون صافي هنا الغزالة ديالي دخلتها للتلاجة حتى نوجد هد يعني الخليط اللي عدا نوضع في في المول اه هنا غدا ناخد ربعات ديال البيضات بنسبة البيض بحرارة الغرفة يعني يكون دافي ما تكونوش يلا هم طلعينو من تلاجة وغدا نزيد عليهم تسعين جرام ديال السكر حبيبات وغدا نضيفو حد رشيشة هكا ديال الملحة اللي ضروري انكم تضيفوها في الحلوية ديالكم وصافي كتطربو على درجة اللي تكون عالية مهم مهم كتطربوهم زيان مشي حتيولي لكم في حشكة الحلوة ديال العكريم لكن غير ذاك القوامي واللي يعني يميل البيض بهذا الشكل هدا اه صافي هنا رات قريبا الحجم ديالو يعني قريب ذاك الحجم اللي باقى أنا مازال غنزيد شوية في التطرب حتى يصبح لكم القوامي بهذا الشكل المهم مشي حتيولي كريمي اه دبع غدا نبدا نضيف في المقادير مباشرة غدا نضيف ديك 120 مليلتر ديال الحليب حتى الحليب اللي بنا تميل احسن انه يكون دافي بتكونوش يلا نطلعينو من تلاجة وزيت السكر الفاني صار الشيء ديال السكر الفاني وهذا مده نضيف في الزيت كذلك 120 مليلتر ديال الزيت بالتدريج بالنسبة لبنات اللي كي سونوا على المقادير راها كل شي كنذكروا ما لبنات يمكن لكم انكم تقييدوهم يعني وانا كنهضر لانا كندير بزاف ديال الوصفات كي يصعب علي شي مرات خصني نكتبقا على الوصفات كاملين والله هالبنات غير العجزة العجزة لبنات العجزة وكتعرفوا الوليدات ويعني حويج خرطها بعاني المهمة البنات راني كنحاول نوريكم مقادير كان لمضبوطة ما كنفلت حتى شي حاجة نسافي هنا كتاخدو واحد الليمونة وكتحكو لي اغير ديك طبقة الفقانية افتجاه واحد كيف لاحتو ما كتوصلوش لديك الطبقة اللي كتكون بيضاء خلط ديك الخميرة غدا نزيدها مع طحين اللي وضعت بالنسبة للطحين يعني من مئتين وسبعين حتى تلتميات جرام على حسب نوعية ديال الطحين اللي عندكم انا الطحين اللي عندي يعني اللي خاص بالحلويات بالنسبة لكم انتوما على حسب نوعية ديالكم ديال الطحين هتدلو ديك مئتين وخمسين جرام منتو ما كتشوفو اكيد راه الكل كيعرف القوام ديال الكيك ما خصوش يكون تقيل مع الجنو وما خصوش يكون خفيف يعني بزعف لا كانت تقيل بزعف ما غاداش يجيكم دقصة الى كانت العجينة خفيفة او للخليط خفيفة غارتها بطليكم الكيك وما غاداش تنجح مهم البنات دائما شوفوا القوام مزيان وركزوا عليه ديال الكيك اصافي هنا بالنسبة لديك الطحين المتبقي انا استعملت الطحين اللي عندي كامل يلا هكفاني بصافي وغادا نخلط مزيان وانا كنشوف بالنسبة لقوام اللي عندي مازال خصوشي شوية غدا نزيد واحد جوجل معي لقات لان بني باللي خصو مازال الطحين والطحين اللي بنات حتى شي حد ما يقدر يقول لكم يعني مستحيل انه يقول لكم الحاجة بالضبط ولو تكون غير ملعقة ناقصة ولا زيدة لانا انواع ديال الطحين احكا تختالف من نوع النوع يعني ما كيتشابوش نهائيا وانا جربت احت ديال الحلويات كيختالف يعني لقيت لكم العبار ما غاداش نقول لكم مضبط كيف انما انتم ما بغيين مهم القوام راني كان وريكم كنحاولو نركز لكم بالكاميرا باش هكا تشوفوا القوام ديال كيك اه كيف داير كان وريكم باللي القوام يعني راه اه كيف كتلاحظو شوية ماشي تقيل بزاف ماشي خفيف اه صافي هنا كيف كتلاحظو معي طلعت داك المول من تلاجة دخلوا لبنات المجمد باش هكي يتبت لكم داك الليمون ديالكم اه صافي وكتب داو توضعو في الخالة يتلاحظو البنات معي القوام وعقلوا عليهم زيان القوام خستو يكون هكا يعني مني تبداو نتمتروا كيبدي يكتب صافي البنات ثم كيكون الخالة ديالكم ديال كيك راه مزيان وما يكونش عود مخبطينا يعني عجينا كتبان بحل ديال بريوش لا خاصة تكون بحل هكا باش جيكم واحد الكيكة من الداخل ديالها خفيفة اه صافي هنا البنات غدا نخبطو شي شوية هكا باش نطلع منه ذاك الهو وهذا ندخلو على درجة حرارة مية وثمانين درجة الفوق والتحت اه صافي البنات من بعد ما طلعتها ضروري انها كيخرج لكم حد شي شوية ديال العجين كيقس لكم داك الليمون وكيغطيه لكن كتاخدو حد سكين وكتدوزو عليه من جنيبات وكترجعوه كيف مما كان يعني بحل كتنقوه اه سبحان الله يعني يبخا كتدوزو بسكين ما كتخسر شيكم كيكة ديالكم كتبقى كيف مما هي وكيف لحظتم معايا من الدخل ديالها كتجي مفتحة وكتجي زوينة زوينة بزاف واحد المضاق المميز داك الليمون كييجي طايبة البنات جربوا هاد الوصفة هادي ورشوا على شوية ديال السكر بودرة من الفوق يا سلام بغيتو تديروه هم ما وغيتوش تديروه كيبقى لكم الاختيار وهنا الحبيبات ديالغن تزماك من الوصفة التانية اللي واعرة واعرة البنات بسبب الاخوات اللي عندهم مشكل مع القرعا وكي تكون عندهم في الدار وما كيصيبوا وما يديروا بها والتمن دياله راه مناسبة البنات في الصق اه شي حاجة اللي يزوينا ومفيدة وفي نفس الوقت ببنينا اقتصادي مميز داك كلهم يعني كوشي في واحد كتتاخدوهن البنات داك القرعا ديالكم كتنضفوها مزيان وكتمسحوها وكتتاخدو واحد الحكاكة هكا وكتبدو حكاكة ما تكون العوينة ديالغلاضين ماشي مشكل او لا تكون بهد شكل هادا المهم كتحكو ما كتوصلوش لبنات داك اللوب ديالها هادا البنات كتطرميوه يعني ما تضيفوش باش ما تجيكمش مية ها كيف كنقولوش بعانا ما ضروري انكم تخليو داك القليف ديالها يعني تطرميوه وديرو فقط داك الطبقة الفقانية كيف كتلاحظو معايا هنا راني طحنتها تلاحظو معايا هكا جات من الاحسن ديرو الحكاكة ليتكون شي شوية رقيقة كتجي احسن اه هنا البنات غدا نزيد داك رويصات ديالتومة اللي كيعطيها واحد النسمة اللي يزوينا بزاف بالنسبة لهاد الوصفة البنات رح كتحتاجوا فيها الجبن ديالغيكوتا وبنسبة الاخوات اللي في المغرب رح كتدلو داك الجبن ديالجبلي واكين بزاف ديالانواع يعني المغرب حتا ورا ما شاء الله غني في بزاف ديالانواع ديال الأجبان المهم كتزيدو داك شوية ديال المعدنوس اللي مقطع شوية ديال اه الاعشاب مناسمة اختيارية ما كتبهوش منسمة ديالاس تغنوا عليها البنات ديرو شوية لبزار شوية ديال الملحة بيضة كاملة وغادي نزيدو واحد اه تقريبا احتروا بعد ديال المعالقة ديال الشاب اللي وغا لحساب انا هاد المعالقة عندي شوية مش حجم ديالك كبير كيف تلاحظو متوسطة حيط المعالقة رفيهم الحجم الكبير ومتوسط والصغير يعني حتى الملعقة العبار بها راكي اختلف سبحان الله من ملعقة الملعقة اخوات كي يجو عندي كي ويختي جميلة ديالنا الملعقة را حتى هي رفيها احجام هنا البنات كنقول لكم لو بغيتوا تستعملوا الجبن ديال بارمزون لكن انا صراحة ما نصحكم شو بيه درت الجبن ديال عفوا ديال الموزاريلا وانتوا ما بغيتوا تديروا البارمزون كيعطيكم واحد النسمة البنات اللي كيعجبهم النسمة ديالو يمكن لكم الضيفو البنات اللي ما كتعجبون ديك النسمة القوية ديال البارمزون يمكن لكم ما تديروش على حسب انا درتغي شوية ديال الجبن ديال موزاريلا اه صافي وكتخلطو مزيان حتى ينساجموا عندكم هاد المكونات كاملة مع بعضها ويمكتت تحسو بالقوام ديال الخليط مهلا كان عندكم الخليط كتحسو به يعني خفيف وما غادش يتجمع لكم في ايدكم زيدوا واحد جوز المعلقات ديال الشابلوغ باش هكا تجمع لكم القوام ديالكم خصو يكون بهات شكل ديال ماشي ديال قوام ديال خليط ديالكم خاصو يكون بهات شكل اه صافي هنا عندي لاشابلوغ مجداها بغيتون انتم ما تديروه مثلا ما عندكم شدوا الخبز دخلو الفران اللي عندكم كتيكون هكا الشايط او لخبز عندكم صالح يعني بقيم يعني جديد دخلوه الفرن حتى يبال لكم يعني بدك يتقرمش وصافي كتطلعوه وكتطحنوه وكوصافي اكيد راه حاجة الدار ماشي بحل الحاجة اللي تنكونوها كشارينها ماشي مشكل الى ما كانش عندكم وجدوه في الدار ديالكم هنا غزالة ديال كيف كتلاحظوه معايا كنشدوه وكانلول بمزيان وانا كان قاعد في الجواني بما خصنيش نبسطهم خصوهم شوية بقوي باين يعني الشكل دياله مدور مويم ما يكون شرقيق ما تكونش ما تبقاش غليظة بزاف مويم بهاد الحجم اللي بنات كيف كتلاحظوه معايا كتحاولو انكم تدهنوهم زيان واللاطة كيف لاحظوه معايا اللي غدا نحط فيها راني دايجة ديرا فيها وحد من قيطات هكا ديال الزيت يعني في كل بلاسة اللي غدا نحط فيها آآ رش عليه شوية ديال الزيت باش جيكم حتى بنينة وكتعرفوا الزيت كي برنن زيت زيتهم طبعا الى ما مشي متوفر الزيت العادي كمشي وليح سعدك شي دائما متوفر عنا آآ صافي هنا راني كنقاد في الكورات ديالي ما شاء الله هاد كيميا راها اعطات كتير بالنسبة للقرعة لبنات انا مستعملش غجور قرعات ديال واحد نص ديالقرعة آآ كتعرفوا يعني القرعة مني كتحكوها راها كتخليو داك القليب راها ديالت حيدو هادا تمشي لكم وحد كيميا ومعا مرغة القلب هي القرعة آآ لكن زيت واحد نصيص هاكا باش ديني واحد الكيميا اللي وفيرة صراحة كتعجبوا لي ذاتي بزاف وبغيت نكتر ليهم كيعجبهم هاد كتعجبهم هاد الوصفة هادي بالضبط بدك الجبن ديال الريكوتا اللي كيعطاها واحد المضاق آآ زوين بزاف صافي هنا قاد ديدوك الكورات ديالي كيف كتلاحظوا الكيميا اللي جات عندي يعني شحال عندي هنا ثمانية تعود عشرة احداش مهم احداشر احداشر كورة كيف كتلاحظوا قدرت عليهم شوية ديال زيت ما الفوق وصافي دخلتم الفران اللي مسخن على ميتين وعشرين دراجا الفوق والتحت بالنسبة للمدات تاخد ليكم تقريبا واحد خمسة وعشرين حتى ثلاثين دقيقة على حسب نوعية الفرن كيف كتلاحظوا معي من الدخل ديالها كتجي رائعة كتجي بنينة بزاف كنتمنى انكم جربوها وهنا الغذرة ديالي غنضرز معكم الوصفة الثالثة اللي واعرة زوينة 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 بزاف بزاف البنات هاد الوصفة وسهلة يعني سهلة مهلة ما فيها الشي تعب يعني هذي لا ما كانش عندكم مثلا الخضرة بزاف او لا عندكم غريك فتاو ديك فليف لو بصيلة نديروا هاد الوصفة اللي بنات راها كتجي ممتازة عندي هنا جوج ديال البصلة هاتذة تعني مرجر ويصد ديال تومة وغادا نطحنهم وعندي كذلك 350 قرام ديال الكفتا را ما عنديش كيمية اللي كبيرة فقط 350 قرام ديال الكفتا ما شاء الله مني كتديروها كتبها لكم راها كبيرة لاني أنا معها جوج ديال البصلات باش يعطيه واحد الكيمية بالنسبة لهاد الكفتا اللي عندي لبنات ديال العجل انتو اما ديروا الكفتا ديال الغنمي لابغيتو يعني مش بالضرورة انكم ديروا ديال العجل ديال الغنمي راها كتجي واعرف هاد الوصفة كدلي كتجي زوينها بزار بالنسبة لأخوات اللي كي ما عندهمش مشكل مع الكفتا ديال الغنمي ولا مثلا أنا ما كانت صراحة يعني مشي حيث كان ديرها بهدي لكن غير كانت متوفرة وصافر زيت معها هنا يا ثلاثات المعالق كبار ديال الشابلوغ وزيت شوية ديال فلفل احمر بودرة وغادة نضيف كذلك شوية ديال فلفل اسود والملح طبعا صافي البنات بالنسبة للتوابل اللي استعملت هي هادي يعني غاديك التومة وديك البصيلة وديك المليحة وديك الفلفل اسود والملحة صافي وغادي نجمعوها الوصفة ديالكم درت معها البنات لشابلوغ بالنسبة للبنات اللي ما نتعبوش وما تنسوش البنات أنكم تضيفوا بيضة مع الخليط لأنني ضفت بيضة ولكن ما محضو في البنات ما لقيتهاش ما عرفت كيفاش أنا كنت كان في الميل واللحظة اللي وضعت فيها البيضة ما كيناش المهمة البنات أنكم تديروا بيضة مع الخليط صافي وكتبدا وتكورو في الكفتة ديالكم يعني حكا صغيرة مادرتاش هنا كبيرة غير كورات اللي صغارين كتخطو حد المول اللي يكون عندكم هاكا لشكل دائري او لمربع لحسب انتو مول اللي بغيتو او لتديرو مثلا غير في دكة إلا كان عندكم دكة طويجنات صغيرين وتديرو منهم حتى الاربعات طويجنات والخمسة كيجوا هاكا احتفل منها يضرزوين بالنسبة لها كانت عندكم شي عازيمة وربنات هاد الوصفة راها كتجي حتى في المناسبات راها كتجي واعرة زوينة زوينة بززاف ترافقوها بالروز او لتديروها غير بوحديتها هكا ومع واحد خبيز وهذا راها كتجي واعرة واعرة بززاف تغطم على السلسل اللي غانتستعمل معها كتجي واحد الوصفة اللي خطيرة وراقية ومداق لي مميز ما كناكلوش دائما ومداق اللي كيبقى في الفم يعني ماشي بحال مثلا شي مراقي اللي كنديروهم دائما شي حاجة معتادين عليها هاد الوصفة البنات تصدقوني إلا جربتوها به هاد المقادير اللي عقيتكم ردو عليها الخبار راها كتجي واعرة واعرة بززاف يعني ما فيها شي مجهود ما فيها شي تعب يعني غير الكورات دي الكفتاء وهذا وحتى التوابل يعني را ما كينش واحد كمية من نسبة لناس يخافوا من التوابل صافي هنا رزالة ديالي ديك الكفتاء دخلتها الفران المدة ديال 15 دقيقة حتى الدلون ديالك يتغير وغدا نطلعها دخلت هنا وضعت عفوان في الله وضعت في الطحانة وضعت الجوج حبات ديال طماطم مع رويصات ديالتومة وطحنتهم الطماطم إلا كانت عندكم كبيرة دير الجوج كانت الحجم دياله صغير ديرو ثلاثة ديال حبات ديال الطماطم لأن هاد الوصفة يعني العنصر الأساسي فيها هو الطماطم حتى هي صافي هنا بناتخذي جوج ديال الفلفلات إلا كانت عندكم خضراء وحمراء لوينات ولا غير لون واحد ماشي مشكيل المهم أنه أنكم تديروا فلفلات باش تعتكم واحد واحد المداق مميز للطبق ديالكم صافي هنا كنحيد ذيك الزرير عادها كالفلفلات يعني كننقيها وكنقطها على مربعات اللي يكونوا صغارين يعني الحجم ديال هاد الفلفلات مربعات مخصومش يبقوا غلادين يعني باين في وسط طبق لأن غادي نشحر ومشي شوية باش يدبالوا باش ديك الطماطم اللي تبقى باينة في المنظر ديالها والفلفلات هتعطينا واحد من نسمة اللي يزوينا وما كديش ظاهرة صافي هنا مبعد ما شحرت ديك الفلفلات مزت مع هالبس لوالوالبنات مباشرة ضفت مع هالطماطم اللي وضعت مع كاز كبير ديال الماء صافي وزت عليهم ملعقة كبيرة ديال الطماطم المركزة صافي وضفت ما تنسوش البنات بالنسبة للتتبيل ديال هاد الوصفة هادي راني نضرت تحميرة فلفل احمر بودرة اه ديرو الحار ولا الحلول اللي بغيتو وصافي ديك المليحة وشوية ديال لبزار وشوية ديال كوركم وكاد ضيفو الملحة هنا حسب الضوغ انا بالي هنا خاص شوية ديال ملحة لانا حتى الكفتا ما كترتش في الملحة غير شوية المهم انه خصنا يعني جي شوية ماشي تجي مالحة وانما تجي بنينة وصافي ما جيش عاود من السوسة اه صافي هنا لبنات الخالي ديال اللي ديال الطماطم راه واجد كفتا كذلك طلعتها بعد مرور خمستاشر دقيقة من الفران كنت رشيت عليها شوية ديال الزيت قد ما ندخلها الى كان عندكم الكفتا ديال الغنمي ما تديروش الزبدة نهائيا غير تكوروها ودخلوها مباشرة الفران الى كانت عندكم كفتا ديال العجل ما كيكونش فيها الدهون ديروا واحد القطيرات حكا ديال زيت الزيت وانت قريبا واحد ربعاد لمعالقات ما تفوتوهم مش ما تكتروش الزيت نهائيا صافي بعد ما طلعتها من الفران غر نوضع عليها هاد السلصة اللي درت بالطماطم وبالفلفلة اللي اه ما شو نقول لكم علي البناتها جيت نقول وخان شكرها لكم وغادش تا حتى تضوقوها وتصيبوها واكيد اكيد اه غير اتعجبكم وهترجو عندي كيف ما كيدروا بزيال اخوات اللي كان شكرهم من هاد المنبر كان قول لكم شكرا شكرا لكم احباد ديالي انكم كتجربوا الوصفات وكتدخلوا عندي الانستغرام كتكتبو لي وتصفتو لي تصور وكذلك كتديوا عندي القناة وكتقولي لي اختي جميلة شكرا الله يجازك بخير ان الوصفة طبقناها ونجحات معانا والله العظيمي لك كان نفرح بزاب زاب زاب يعني كتر من نسبة المجاهدة كان نفرح بالناس اللي كي يطبقوا الوصفات وكي ينجحوا معاهم ولشي واحدة مثلا ما نجحتش ما هاشي حاجة ولش نورها كان نحس براتي في حال لانا لسا يبديك الحاجة ونرميها ما نقدرش انا نقدم معاكم شي وصفة وتضيعوا المقادر ديالكم وتضيعوا يعني الوقت ديالكم باش تفرجوا في فيديو بدون فائدة وتخرجوا وتضيعوا في المقادر هذا غايب بعدها يعني احتم من جهة الله ما غاديش ميمكنش انا نعمر القناة ديالي في فيديوهات ونحط وصفات ما فيهمش مصداقية والاخوات يطبقوهم وصراحا انا في النفس ديالي ما غاداش نحس بالراحة والله ينجح ربي ما يحش مناش كنت من الله سبحانه وتعالى ما يحش مناش وغير طبقوا لبنات الوصفة صافي مبعد ما قادرتها رشيت على شوية ديال جبن ودخلتها الفران مدة ديال 25 دقيقة حتى بليكم مهمتو ما غالي حسب الفرن ديالكم غيري بليكم اللوين ديالها بدك يتغيري ميل الدهبي صافي كتطلعوها مالفران وكتقدموها على هذا الشكل هذا كتطرشو ليه شوية ديال معدنوص طبعا للتزيين وكدي بها دك الشكل وده بغزالة ديالغان دوز معكم من الوصفة الثالثة او للرابعة واللهي ما عقلتها لبنات او يمكن الرابعة والاخيرة وهي هاد السويلة هادي اللي الصراحة طريقة دياله اللي سهلة 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 لبنات يعني الفصل ديالها مدوش ليه لبنات كي نرتجال جاتني الحرارة الله يلا كنت يلا دخلت ديال من زنقة وراني كان نركب لكم في الصوت وعندي شوية ديال تعب ورغم ذلك راني كان هدر يعني هدران سا مرة هنا ديالناس راني كان عبر كانوريكم كانشوف السكين واش غاد الاتجاه نشان باش مجينيش عوجة لكن رغم ذلك جو حد شوية ديال عوجاج ماشي مشكيل غاد نقعد ذو يعني غاد نمشي راح بالسكين في نفس الاتجاه باش غاد نقعد ذو طريقة رها واضحة لبنات الشارحة نفسي يعني ميمكن ليش انا مقا نشرح فيها وهي باينة هنا غزلة ديالي انا قاديت بالسكين يعني غير شديت هكا دك السكين ودهو ستوعي الخطنيشان وخرجت ليه يعني مقاعد ذا متساوية صافي هنا كتخلو ذاك اللوب ديالا من الداخل ديالا تكذري راعات وذاك اللي ما تيكون فيها حال هكا اللي بنات ساني كنوريكم لي ما بانش لكم قاعد ذا غير هكا كتاخدو السكين وتقاعد ذو ما كنش مشكيل كوشي كنتقاعد صافي وكتاخدو هكا وبدو تقطعو فيها على شكل كورات ما عندكم شالبنات هاد الملعقة ديالا غلاس ديرو غير ملعقة هادية وهاكا وبدو تديرو فيها يعني ماشي مشكيل غير هكا ودهو تدوره راح تاييك تخرج ما يعني ماشي بالضرورة لما كانش الحاجة ما ميمكاش لنا نحرم ورصنا مش حاجة حتى تكون حاجة أخرى ودهب هادور هم توفرين يعنا راح كاينين وحتى الثامن ديالهم راح ماشي غالي صافي هنا اخديت دلاح كان عندي انتم لبنات مثلا الفروي اللي كانوا متوفرين مثلا كينا عفروي وحدا كينا غايدك سويه لعن كليكم تديرو تقطعو فيها التفاح تديرو فيها مثلا الاناناز تديرو لعنب تديرو ده بدلاح ما شاء الله راح موجودة ده الوقت دياله ورام توفروا التمن دياله اللي مناسب جدا واحتف أوروبا راح الخيس يعني ماشي التمن دياله غالي يعني ما شاء الله هاد العام هادارها الخيرات الخيرات غيخوضوا هالبنات بروفيتيوم الحاجة مليكي كل وقت دياله دهبا كينا سوريز وكينا هاد سويه لاو العناب عفو مشي العناب لان ببقي يمكن كاين احنا راح عندنا على طول السنة غير الوقت دياله بالضبط يمكن تكون تشهر سبعة هادا كتكون يمكن تشهر سبعة هادا بش كيبدا يوجد مزيان وكيبدا الوقت دياله المهم ده بلعنا اللح البنات راح موجود متوفر اه صافينا رزالة ديالي وضعت دوك الفواكه كاملة في الوزد ديالها ديال هاد سليلة هادي 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 القفيفة هادي مهم كل واحد وكيفاش غيرت يسميها وبالنسبة لدوك الطريفات اللي خديت من من سويه اللي قطعت الفوق هادوك خديتهم وبديتك هنقعد فيهم هكا على شكل طولي قطعتهم وغدا نرقق ديك 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 اللي شيد هاكا ديك السطح دياله نحاول اني نخليها رقيقة يعني نحيد كا دك اللوب ديالها ما نخليش نهائيا باش هاكا نقدر نلويها براحتي اه في حال هاتي شكل هادا كيف كتشوفوا معايا مما البنات الطريقة راها سهلة وشرحها نفسها كتاخدوا دك القطع دك الطريف كتقطوا على جوج وكتديروا هاكا على شكل مو ثلاتات هاكا في جنيبات وكتاخدوا هاكا الكوردون وكتدق يعني كتديروها في الوسط ديالها هاد شكل في الوسط ديال هاد السويهلة ديالكم كتاخدوا دك الكوردون وكتضغطهم زيان المهم حتى تدخلي لك انا ابنت مازال غادي تشوفوا معايا ما تخافوش من دك العود اللي كيبقى هاكا خارج من الفق هاداك حتى هو راها كيتقاد يعني غير بالمقص ماشي مشكيل راها كيتقاد اه صافي الجهة الاخرى كذلك هادي غررها واحد يعني هادا غير طريف واحد وقسمته على جوج وقدرته على شكل مو ثلاتات اللي راه واضحين في الصورة يعني را ما خبيت في احتى شي حاجة لما راح لكلهم كانوا باينين وصاه هنا غدا ندير واحد البابيون اللي سهلة كتاخدوها ديك السويهلة وكتلويها على جوج وطريف الاخر كتلويه حتى وفي الواسط طريقة سهلة غير يدي كان شوية ميلة لهي هو الكاميرا مش هداش مزيان في ديك الاتجاه مهم راها واضحة كتلويه هادي على الجوج وكتاخدو الجهة الاخرى صافي وكتاخدو نفس الشي واحد العويد هاكا اللي كتقدمو فيه الفواكه او لدير واحد كيغضو اللي متوفر صافي وكتضغطو هاكا بالنسبة لها داك العود انا غدا ناخد المقص وغدا نطيره المهم انه تشي حاجة ما تخافوا منها حتى داك الطريف الصغير وور اللي كين في الاسفل حتى هو غدا نقطعه ما تخافوش كل شي غادي تقعد غير ها تشيرها البنات كيب غير خاطر غير وورا ماشي 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 صعيب نهائيا راه ساهل ساهل بزاف طريقة ساهلة وبسيطة وانا الغزالات ديالي كان هدا هو الفيديو ديال هد نهار هادا يلا عجبكم ما تفكروش ليا بلايك والباقتاج مع الاصدقاء والاحباب ديالكم وشكرا لكم على المشاهدة السلام عليكم